قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف إن الأردن ورغم بروف المحيطة أصبح جاهزاً للاستغلال التجاري لمشاريع الطاقة المتجددة والاستقبال طلبات الاستثمار وبين خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض ربط أنظمة الطاقة المتجددة الكبيرة على شبكات النقل والتوزيع سيجري أنه تم تطوير ألف ميجاوات حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بحجم استثمار بلغ ملياراً وستمائة مليون دولار حيث ستبدأ العمل في عام 2018 رئيس مجلس إدارة لجنة سيجري الوطنية الأردنية المهندس عبد الفتاح الدراتك أكد جاهزية النظام الكهربائي لمشاريع الطاقة المتجددة وأن الانقطاعات قليلة جداً وتشغيل النظام الكهربائي تماشى مع المعايير العالمية من النواحي الاقتصادية والبيئية وأكد المشاركون بالمؤتمر أهمية تجيع البحوث والدراسات في مجال نظم الطاقة المتجددة وتمكين المهندسيين من القطاع من معرفة المشاكل التي تنشأ عند ربط أنظمة ذات سعة كبيرة للطاقة المتجددة على الشبكات وإيجاد حلول لها